يتواصل العمل في تنفيذ جسر تكريت العالم الكونكريتي بمتابعة محافظ صلاح الدينة حيث قامت الملاكات الهندسية بصب المرحلة الأولى لفضاء رقم 14 وأشار المهندس المسؤول أن من المؤمل إنجاز الجسر ضمن التوقيتات والمواصفات المحددة تم بعون الله صب المرحلة الأولى من الجسر للفضاء 14 بطول 31 متر بكمية 120 مكعب وبسمك 25 سنتيم على ظهر الجسر إحنا إن شاء الله الأعمال الحديدية نسبة الإنجاز مالها وصل إلى أكثر من 90% المتبقي هي الرافد الثنين والأول والثاني من الفضاء 15 وعلى أثرها إن شاء الله يتم صب الجسر والتبليط وأعمال التأثيث للمحجرات والإنارة إن شاء الله الإنجاز حسب البرنامج ما عندنا مشاكل رغم أنه الظروف الصعبة التي مرنا بها من حار وجائحة كورونا وهذا العمل أتى من الجهود المتواصلة من قبل إدارة الشركة ومتابعة السيد المحافظ ومتابعة السيد قيم مقام نوعد أنه إن شاء الله الجسر يتم على أحسن مواصفات وإن شاء الله يتم الإنجاز بالموعد المحدد ترجمة نانسي قنقر